السلام عليكم. صوت التلاجة. طبعا الناس كتير بتشتكي من التلاجة او الفريزر بيظهر لها صوت صوت عالي او صوت مزعج او صوت تغبيط بيبقى باستمرار او عند الفصل والتشغيل. احنا نعرف الاسباب الاسباب الاسواد كلها وازاي نقدر نعالجها. اول حاجة لازم تعرفها ان الصوت جاي من ايه. هل من خلف التلاجة وراء التلاجة وراء دي فريزر. من يعني من عند جزء بتاع المطور بتاع التلاجة او الفريزر او من جوة. طبعا لو من جوة تلاجة نوفروست اتكلمنا على اه صوت بتاع البخ او صوت المروحة. اه لو بتخبط او اي حاجة او بسبب زيادة التلج. وطبعا كمان اتكلمنا على اه صوت التقطاع لو اه اثناء التلاجة نوفروست او الفريزر نوفروست اثناء تكسير التلج خصوصا في الشتن. طيب اه لو الصوت خلاص اتأكدنا من هنا من عند المطور او من خلف التلاجة بالكامل اه ازاي نعرف السبب ونحلو. اول حاجة جماعة معنا لازم نعرف هل انت عندك في في التلاجة مروحة زي دي ولا لأ بكون زي دي او اه اصغر. المروحة دي اوقات احيانا بيحصل فيها مشكلة في اه البلية بتاعها او اي حاجة او الريشة بتتعوج فبتطلع صوت او بتكون مسبتة بمصمرين هنا بتكون بتسبب الصوت العالي والتغبيط وممكن كمان السلك ده او المصورة الشعرية ديت. المصورة رفايع جدا دي. اه تحركت من مكانها فبتخبط في المروحة. اه فلازم نتأكد من المروحة طبعا لو فيها حاجة محتاجة ريشة تتغير بنغيرها. لو هي الصوت فيها وفيها مشكلة طبعا بنغيرها. فده بيكون السبب علشان تعرف. ما عندكش مروحة وممكن يكون ايه صوت تاني. ده طبعا اه لازم تتأكد انتزان التلاجة. التلاجة محطوطة بوضع مزبوط. المطور ده لو مايل ورا جامد. او للامام جامد او لاي جنب من الاجناب. طبعا هيطلع الصوت. لان المطور ده عبارة عن جسم او حلة مقفولة هيك. بيكون بداخلها ملف. الملف ده محطوط على ثلاث او اربع سوسة. فبيتحرك ويتهز معايا. طبعا لو مايل من جنب زي الغسالة طبعا الاوتوماتيك بالزبط. بيكون عليها مساعدين. لو مايلت على اي جنب. فبتخبط معانا اثناء الدوران او اثناء الحركة. فتاني حاجة نتأكد منها تزبيت التلاجة. اه كويس مش ميلة بالجامد. يعني لو حاجة بسيطة ما فيش مشكلة. لكن لو جامد هو اللي هتسبب مشكلة اه تاني. اه بعدين بعد كده نتأكد من التزبيت. اه المطور ده بيكون محطوط على قاعدة. القاعدة دي عبارة عن كويتش. اربع كويتشات. طبعا ممكن بسبب السخونة بتكون تلفت. يبقى الحديد لمس الحديد. وفي المسافة بتاعتهم دي. كويتش تقطع وتشال. فالمسافة دي خلاص بقت موجودة. فأثناء الحركة بيتم التقبيل دوت نتأكد فيها. ثابت اهو. بيتحرك معانا. الهزة بسيطة اللي هي بتاعت الكويتش. مفيش اي مشكلة. لكن لو بيهز جامد. طبعا نتأكد لهم بمصامير او اي حاجة نسبته كويس. وكمان المصامير او اي حاجة بتتفك من الهزة والحركة. اه بيكون في عندنا مصامير كتير. اه لو في شبكة زي دي. لو مصامير بتاعت اربع مصامير بتاعت المطور نفسه. وكمان الشبكة بيكون مسبتة بمصامير. وبيكون فيها حاجات بلاستيك. البلاستيك ده طبعا الشبكة بتسخن جدا. خصوصا في الحارق. فالبلاستيك ده ممكن يتقطم او ينشف جامد في تكسر. فممكن تكون هي اللي بتسبب. نتأكد ان هو سابط طبعا كويس. في مكانه في الاماكن كلها. لان ده سبب من الاسباب. اه كمان نتأكد ان ما فيش حاجة من المواسير دي. اه لازقه في جسم مثلا زي دوت. لو لازقه كده. هنلاقي اثناء الدوران صوت الخبط خصوصا في البداية اه التشغيل اواف. طيب اه لازم نعرف كمان فيه صوت مهم ممكن يكون هو السبب ان اه تلاجة طبعا لما بتفصل ده اثناء الفصل والتشغيل. تلاجة لما بتفصل الفريون كله في المواسير وفي المبخر اللي في قلب التلاجة او الفريزر. بينزل كله للمطور هنا تحت. فبيتجمع. فبداية التشغيل بيزهر صوت عالي للمطور. المطور صوته بيعلى. اه طبعا ده مش مشكلة لان هو بيدخ حجم كبير من الفريون مرة واحدة. فبيبدأ مع التشغيل ويتوزع على المواسير او الشبكة بتاعتنا او المبخر. فخلاص الصوت خلاص بيبدأ ايه ده واحدة بواحدة. طيب لو الصوت لسه موجود وكل حاجة تمام ومو الصوت اه بتاعت التشغيل. صوت عند صوت جامد او رجة جامدة. وتأكدنا ان كل حاجة ثابتة في مكانها. طبعا بيكون في مشكلة في المطور نفسه. طبعا لما نشوف كل حاجة ونتأكد ان ما فيش اي مشكلة. لازم تشوف بنفسك ايه المشكلة. لان اي حد بيسر عندي صوت وراء التلاجة ما ينفعش اجاوبك اعرف ايه السبب. لان كل دي اسباب. اه الصوت لو بيظهر بقى بيكون طبعا احنا قلنا في ملفات داخل الحلة بتاعت المطور دوت. بيكون اه واقف على السوستة. ممكن تكون السوستة تنالت من مكانها او القصرة طبعا من الحركة. فالصوت من داخل المطور. دب ده حلو ايه? ده حلو مالوش حل غير التغيير. اما تستمر بالصوت. يا اما المطور يتغير وتحتاج شحن من جديد. فدي كل اسباب الصوت للتلاجة او الفريزر. ما ننساش طبعا بعد التلاجات بيكون فيها حوض فوق المطور. الحوض ده برضه ممكن يكون اتنقل من مكانه يتكال معدن او بلاستيك اتنقل من مكانه او بيتزن اتأكد انه هو سابت في مكانه كويس برضه مش هو سبب الاتزام. ما تنساش تشيرك في القناة وتدعم نا بلايك وولينا رأيك او تصارك في التعليم.